اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احرقوا منزلك اليوم فقال له ابراهيم حسنا امهلني القليل من الوقت فرفض صاحب البقالة وصادر اشياء من المنزل ابراهيم قد طعام مستلزمات المنزل والشراب وقام بالاعتداء على بالضرب كان ابراهيم مسكين وضعيف البنيه ولم يستطيع التصرف حينها وقام صاحب البقالة بضرب ابنته الصغيره التي تبلغ من العمر ثمان سنوات فقال له اذهب وعمل عملا اخر فقال صاحب البقالة لابراهيم اذهب وعمل عملا اخر ياتي لك بالاموال بدلا من صلاتك وعبادتك وذهابك كل ساعه الى المسجد العباده ليست كل شيء بل اذهب للعمل لان عبادتك ليست منها فائده وذهب في حال سبيله بل كانت هذه الكلمات والتصرفات كالسيف على ابراهيم فبكى بكاء شديدا وحزن كثيرا وعندما كان يبكي بحرقه شديدة رفع راسه الى السماء في منتصف الليل وقال حسبي الله ونعم الوكيل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك لمن تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخره ورحيمهما أسالك سعه في الرزق وبركه في الأهل والمال والولد قالها وهو يبكي من حزنه على حاله وما قاله له صاحب البقالة ثم عاد إبراهيم لينام وقال لابنته صغيره وزوجته لا تخافوا فإن الله يرزق النمله تحت الصخرة لن ينسى عباده فبالتأكيد الله لن ينسانا ولن ينسى عباده فتبسم في وجه ابنته الصغيره ليشعرها بالأمان ثم ذهبوا ليناموا وهم خائفين من تهجم صاحب البقالة عليهم مرة أخرى وفي الصباح جاءت زوجته وقالت له يجب علينا أن نخرج إلى رحله بين الأشجار لتلعب الطفله وتنسى ما حصل ليله أمس فقال لها حسنا ولكن ليس لدينا مناكله أو ما نطبخه الآن فقالت لعل الله يجعل لنا مخرجا فذهب إبراهيم هو وزوجته وطفلته الصغيره في نزهه بين الأشجار والغابات وهم جالسين قام إبراهيم ليصلي صلاه الظهر أسفل أحد الأشجار فبدأ إبراهيم بالصلاه وإذا بفتاه يهوديه ملعونه تاتي له وتملك الكثير من المال تكلمت مع إبراهيم وهو يصلي ولكن لم ينتبه لها وأخذ يكمل الصلاة وكان يدعو الله أن ينجيه من هذه الفتنة ويبعد عنه هذه الفتاة فقالت له اليهودية أترك صلاتك وسأعطيكم إبراهيم وبكى إبراهيم وهو يصلي بكاء شديدا خوفا من أن تضعف نفسه للحاجة والشهوات ولكن الفتاه اليهوديه هربت وكانت هذه الفتاه جنديه من جنود اليهود وهربت لأنها شاهدت زملاءها من بعيد فذهبت مسرعا فعندما انتهى إبراهيم من الصلاة تعجب من هروب الفتاه فنظر خلفه فوجد قطا صغيرا بطنه منتفخة وكان متعبا فحمله إلى عائلته وقال لهم وجدت هذا القط الصغير متعبا خلفي وأنا أصلي فقال لهم يجب علينا أن نذهب به إلى الطبيب البطري ونعالج هذا القط الصغير المسكين فقالت له زوجته نحن لا نملك المال كيف نأخذ القط ونعالجه ونحن لا نملك المال لناكل حتى فكيف ستذهب وتعالج القط الصغير فقال لها لا باس سوف أعالجه وادفع النقود للدكتور في وقت لاحق إن شاء الله فالله لن يتخلى عنه فذهب إلى الطبيب وبدأ الطبيب في فحص القطه صغير فقال قال هناك شيئا عالق في بطن القطه الصغيرة فقرر الطبيب أن يقوم بعمل عمليه للقطه الصغيرة وقام بفتح بطن القطه الصغير ولكنه وجد شيئا صدمهم للغائه سبحان الله فلقد وجد الطبيب قطعه كبيره من الألماس قد ابتلعها القطه الصغيره عن طريق الخطن فقال الطبيب لإبراهيم هذه القطعه لك ووجدناها في بطن القط الصغير ولكن القط قد مات فصعقت زوجه إبراهيم وبكت شديدا وأصبح رجل الفلسطيني من أكبر أغنياء المدينة وبنى مساجد كثيرة وفتح متجر بقال للفقراء فسبحان الله عسى أن تكره شيئا وهو خيرا لكم إذا وصلت إلى هنا لا تنسى قول هذا الدعاء ليفتح الله لك أبواب الرزق الوفير اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراه والإنجيل الفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أن تأخذ بنصه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء أقضي عنا الدين وأغننا من الفقر فإذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو لا تخرج قبل التعليق بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أل